السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رحاب الاجتماعيات للسنة الأولى تانوي إعدادي إذن اليوم لدينا الصفحة 109 حول درس الضغط الجوي في مجال الجغرافية إذن كنا قد تطرقنا في صفحة سابقة لعنصر الحرارة إذن اليوم سنتطرق لعنصر التساقطات وخصائص توزيعه على سطح الأرض إذن في الوثيقة الثلاثة سنضرس التساقطات في بعض المدن المغربية وفي الوثيقة أربعة سنضرس توزيع التساقطات حول العالم إذن لدينا جدول في الوثيقة الثلاثة يعني هذه الجدول المعطيات لثلاث مدن مغربية مدينة شمالية هي الطنجة ثم مدينة جبلية هي إفران ثم العيو مدينة جنوبي إذن هنا بطبيعة الحالة لدينا كل شهر نقصه يعني كمية التساقطات التي تساقطت على كل منطقة من هذه المناطق إذن السؤال الأول أحسب المجموع السنوي التساقطات وأصف توزيعه في المدن الثالث إذن بالنسبة للمجموع بالنسبة للمجموع التساقطات في مدينة طنجة هو المطلوب مجموع التساقطات ليس المعدل إذا أرينا المعدل طبيعة الحالة سنأخذ ذلك المجموع فمجموع التساقطات التي عرفتها مدينة طنجة خلال هذه السنة هي 727.8 ميليمتر إذا أرينا المعدل سنقسمها على 12 ثم بالنسبة للمدينة إفران 1025.7 ميليمتر ثم مدينة العيون 88.6 ميليمتر هي كمية التساقطات التي تهاطلت على مدينة العيون الصحراوية إذن بالنسبة للوصف ففي مدينة طنجة مدينة طنجة تعرف كمية التساقطات جيدة بالنسبة لمدينة إفران تساقطات جد مهمة أكثر بالمقارنة مع مدينة طنجة أما مدينة العيون فهي تعرف قلة كبيرة في التساقطات يعني كمية التساقطات التي تسقط خلال السنة فهي ضائلة وضعيفة من مقارنة مع مدينة طنجة ومدينة إفران إذن هذا بالنسبة للسؤال الأول بالنسبة للسؤال الثاني أحدد شهور التي ترتفع فيها التساقطات والشهور التي تقليل إذن هنا إلينا رجعنا للجدول بعدين لاحظوا بأن بدءا بأكتوبر وهذا شيء معروف عنا في المغرب الناس يعني كي وصل الأكتوبر كيبدو يتنو يشتاو كيبدو يحرط إذن وبالتالي إذن بعض المرات الصراحة كتجي يشتا موكير وبعض المرات كتكون متأخرة إذن إذا لاحظنا هذا الشهور هذه فكمية التساقطات فيها كبيرة تقريبا إلى أبريل إذن في هذا الشهور هذه تكون يعني ترتفع فيها كمية التساقطات والشهور الأخرى إحنا ما قديش ناخده العيون العيون لأن أصلا مدينة العيون هي أصلا كمية التساقطات ضائلة وبالتالي الشهور التي ترتفع فيها التساقطات إذن من أكتوبر إلى أبريل أما الشهور التي تنخفض فيها التساقطات من مايو الشهور الذي يأتي بعد أبريل ثم إلى شتنبر فهي شهور بطبيعة الحال ديل الصيف ودير الخريف يعني هي شغور الحصاد فمنطقي أن تنخفض فيها كمية التساقط السؤال الأخير استخلص من بيانات الجدول نوع النظام المطاري بالمغرب إذن النظام المطاري بالمغرب يعرفه اختلافا وتباين وشن هو السبب اللي خلانا قلناها هذه القضية لأن هناك مدن تعرف كمية التساقطات كبيرة وهناك مثلا العيون فهي تقل فيها نسبة الأمطار وهذا يعني كيبين كما شفنا بالنسبة للحرارة هناك اختلاف درجة الحرارة على مستوى العالم وعلى مستوى البلدان فكذلك التساقطات فهي تختلف يعني معناش كمية التساقطات أن تسقط مثلا في المغرب بنفس الكيمية فهناك دائما اختلاف وتباين وهذا سببه عدة عوامل سنتطرق إليها لاحقا إذن ننتقل إلى الوثيقة الرابعة خريطة توزيع معدل التساقطات السنوية في العالم إذن درسنا الحالة ديال المغرب درسنا ثلاثة ديال المغربية درسنا ندرس العالم ونشوفوش العالم كتبه نفس الكيمية من التساقطات المطارية أم أنه يعني كذلك يعرف تباينا واختلافا إذن هنا شنو كاللاحظه كاللاحظه دائما الخريطة أخذ سنمشي المفتاح عندنا هنا اللون الأزرق يعني المناطق الأكثر مطارا يعني لا لاحظنا هنا يا هذ المناطق يعني جي على خلط السيواء إذن المناطق اللي كتدور حول خلط السيواء هي اللي كتكتر فيها التساقطات كتوصل حتى لألفين مليمتر ألفين مليمتر في السنة ثم عندنا المناطق الملونة باللون الأخضر كتكون محصورة بين ألف و ألفين ثم اللون الأخضر الفاتح بين خمسمائة و ألف ثم اللون الأصفر من ميتين وخمسين إلى خمسمائة ثم هذا اللون الذي يعني تقريبا برتوقالي يعني أقل من ميتين وخمسين مليمتر وهو كنلاحظه مثلا في إفريقيا فهو يعني في المناطق الصحراوية إذن هذا توزيع التساقطات إذن هنا نجاوبه على السؤال الأول وحدد المناطق الأكثر مطارا و المناطق الأكثر جفافا نحن لا نعطي مناطق بالذات يعني بالأسماء ولكن سنتكلمه بصفة عامة إذن بصفة عامة المناطق الأكبر أو الأكثر مطارا إذن هنا كنظن الأكثر أفضل الأكثر مطارا توجد حول أخت السواء بين المدارة إذن المناطق اللي كينا بين المدار ديال السرطان والمدار ديال الجدي هي الأكثر مطارا والتي توجد حول أخت السواء فهذه المناطق هي إذا رجعنا للحرارة هي الأكثر حرارة إذن هنا هي اللي تكون فيها درجة حرارة عالية بطبيعة الحال في شهور الصيف أما المناطق الأقل مطارا توجد في شمال الكرة الأرضية من مدار السرطان حو الشمال وكذلك نزيد هنا زائد المناطق الصحراوية المناطق الصحراوية فهي تقل فيها فصفة مثلا هناك قلة في حسد الصحراء كذلك هنا الصحراء فيكتوريا وهناك اللحظة من فوق مدار السرطان عندنا اللون الأصفر مسيطر هذا دليل على أنه تقل التساقطات في هذه المرافق إذن السؤال الأخير أصف كيف تتوزع التساقطات السنوية في العالم إذن يتم توزيع التساقطات بالتباين والاختلاء شأنه في ذلك شأن ذلك الشي اللي تكلمنا على الحرارة تتباين وتختلف التساقطات في المدن في المغرب تتباين وتختلف كذلك التساقطات عبر العالم تتباين وتختلف هذه الخاصية المميزة سواء بالنسبة للتساقطات سواء بالنسبة للحرارة إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة الحصة المقبلة سنتطرق للصفحة المول ترجمة نانسي قنقر